نبدأ معك كريستين بعد الاستهدافات الإسرائيلية في النقورة هناك من جنوب لبنان اطلاق صواريخ باتجاه إصبع الجليل تم اعتراض عشر على الأقل منها ماذا في التفاصيل؟ بالفعل وعد جاءت الردود على الاعتداءات والغراط التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية شهدنا من هنا من حيث نحن موجودون اعتراض ما لا يقل عن عشرة صواريخ ويضا تم تفعيل القبة الحديدية في إصبع الجليل كانت دوت سفرات الإنذار في كرياتشمونة والتلحاي ومرقليوت نتحدث عن مناطق إصبع الجليل والآن تأكيد من إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الرشقة الأخيرة ضمت ما لا يقل عن عشرة صواريخ ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء هذه الرشقة التي على ما يبدو بأنه جرى اعتراض غالبية هذه الصواريخ تطورات ميدانية تحديدا في كرياتشمونة التي كانت البلدية أعلنت لمن تبقى من سكانها البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية خوفا من أن تنفذ العمليات وهذا ما كان كرياتشمونة مدينة كبيرة في إصبع الجليل وعد هي تبعد عن الحدود مع لبنان نحو أربع كيلومترات كان يقتم فيها نحو أربعة وعشرين ألفا وتبقى نحو ألفين من سكانها ومعظمهم أيضا من أعضاء فرق الاستنفار والأجهزة الأبنية ولجان الحراسة والبعض الذي اختار البقاء في المدينة على الرغم من حالة الخطر وعندما تتصاعد العمليات وتستهدف كرياتشمونة دائما ما يخرج رئيس بلديتها لتوجيه دعوات لمن تبقى من السكان للمغادرة فورا على إثر هذه الأخطار والتعليمات التي وجهت لكرياتشمونة هذا الصباح تكررت في الأيام الماضية في ظل استمرار ترقب الرد من قبل إسرائيل على اغتيال فؤاد شكر تزامنا مع خطاب الأمين العام لحزب الله يوم الثلاثاء الماضي قبل نحو ثلاثة أيام رأينا دعوات مشابهة لكن ليس فقط لكرياتشمونة وإنما لعشرات البلدات الحدودية من إصبع الجليل حتى الجليل الغربي حتى نهرية كان هناك خشية حقيقية من حدوث الرد في التزامن مع خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وهذا ما قالته أيضا القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية بالتالي الحدود مع لبنان في حالة من التوتر أيضا يتم توجيه الدعوات بناء على التقييمات الأبنية هذا اليوم وجهت الدعوات والتعليمات بالبقاء قرب الملاجئ لكرياتشمونة وأيضا هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن المزيد من البلدات الحدودية إذن نتحدث عن رشقة أخيرة من الصواريخ تضم ما لا يقل عن عشرة صواريخ يبدو أنه جرى اعتراض معظم هذه الصواريخ لم يبلغ عن إصابات قبلها كان هناك أيضا إطلاق نحو عشرة صواريخ ضمن دفعتين على المطلة في إصبع الجليل أطلق نحو خمسة صواريخ وقال الإعلام الإسرائيلي أنها سقطت في مناطق مفتوحة قبلها في ساعات الصباح الباكر في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي أيضا دوت صفرات الإنذار في كرياتشمونة والمنارة وعد وهناك أيضا رصد إطلاق وسقوط نحو خمسة صواريخ تتحدث عن عشرين صاروخا منذ الصباح حتى لحظة وجهت وأطلقت باتجاه إصبع الجليل حالة من التوتر في أيضا استمرار ترقب الرد وتسليط الضوء في الصحف الإسرائيلية هذا اليوم على التحدي المتعلق بهذه الجبهة أن لبنان قريبة الصواريخ التي سوف تطلق هي لا يعرف الإسرائيليون إن كان أمامهم وقتا زمنيا يتيح للإسرائيليين الذهاب للملاجئ في غضون دقائق لا عوائق ما بين الحدود حزب الله لديه ترسانة وصواريخ من بينها أيضا صواريخ دقيقة وصواريخ بمختلف أنواعها وهو قادر على أيضا عنصر المفاجأة ورأينا في الأيام الماضية وفي ذروة التأهب الأمني وحالة التأهب القصوى لدى سلاح الجو نجح حزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه شمالي الجولان السوري المحتل هناك فشل باعتراض ثلاث طائرات مسيرة قبلها أيضا شمالي عكا فشل الجيش باعتراض مسيرتين اثنتين وهنا نتحدث عن ذروة الاستنفار هذا يخيف الجبهة الداخلية الإسرائيلية ويضعها أيضا أمام تحدي وعد